الغالب في الغالب ما في إنسان يحج إلا يتغير تغير سلوك هذا كان يصلي في الصفوف الخلفية في المساجد يصلي يوم في المسجد وفرض في المسجد وثلاث فروض في البيت صار منتظم بعد الحج الحج يعطيه قوة إيمانية سبحان الله يعني تجده مقصر في حق والديه بدأ بالرهما مقصر في صلة الرحم وهذا واقع بعد الحج ولذلك في أخواننا في الدول العربية لما يشوفوا بواحد الحج يقسمونها حج تتغير سلوك خلاص حج يا حج تجده يعني مع التحفظ على هذه العبارة لكن في الغالب أنه يلتزم بالمسجد يلتزم بأمور كذينة يطلق عليه حاج يطلق عليه حاج مع تحفظنا على كلمة حاج يعني أنها لم ترد في السنة ولا عن السلف لكن نأخذ منها أنهم يرون أن هذا الرجل تغير انتظم في الصلاة تغيره تخلاقه وهذا واقع الحج طبعا سر سبحان الله أنا السر هذا ما أدري عنه يعني مزدلفة الدعاء عند المشعر الحرام مستحضر الآية هذه دعو الله عن جسم عند المشعر الحرام إذا استطاها عطناها وكل مزدلفة مشعر يعني كل دعاء كل ابتهان لكن تقول لي واحد حج ما ما تغير حاج هذا مجاملة يعني أذكر واحد حج في حملة وكانت عندهم مسابقات وكان يزعج ويقاطع وقلق المشرفين وقلق صاحب الحملة حتى أنه يوم من اليوم جاء وسبب صيحة في المخيم قال أنا جيت من الحرام وانتم وين الباص أنا مدري كيف فقال لأحد المشرفين قال أنا ركبت بل فريال قال هذه الفريال طبعا ما وننكر ركب مية مئتين المهم يقول كان مزعج مهوب المشرفين حتى الحجاج طبعا شاب في عفوان الشباب آخر يوم ما يدروا ش اللي جاء يعني عند الوداع والناس تشيل شناطة وسلمون على بعض ويأخذون أرقام بعض وفيه تعارف هذه من المنافع تشوف لنا بعدين منافع ليشهدوا منافع المهم جاء وإعتذر من صاحب الحملة قال والله أنا حاج مكرها اللابطة سبحان الله والد يرغمني أن أحجج خواتي ثلاث أكون محرم معهم وأنا ما بي الحج سبحان الله وسامحوني كل اللي حصل مني هي ردة فعل أن والدي أكرهني وأنها قالت روح مع خواتك وتحجج خواتك وأنا أعتذر لكن أفسد شيء من البرامج وأقلق بعض الحجاج واللي حوله ودائما يعني يتشك ويرفع صوته سبحان الله فهذا ما لن يتغير يعني اللي جاي مجاملة جاي جماعة قالوا يا أخي كم عمرك الآن ما عجل حج فلان وفلان ويروح لهذا ركن عظيم هذا لازم تشتشعره يعني هذا مثل الصلاة أنك تكبر وتقف أمام الله سبحانه وتعالى لله وفلان جميع الشيخ الجلي من أخذ الآيات من حبيبنا فارس له جاهز ليشهز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين الله عفتح